كابتر ردع بقى هنروح بقى نخرج في حتة كابتر ردع بقى لتصريحاته برح يعني جميلة دايما والله حتى برح دحاكني يعني انا بعتلي الفيديو من الاحداد ودايما بيحبوا يبعتولي حاجات كده اللي هي الكوميديا كابتر ردع يا هشد يا هاتو جايبين لي صورة ومكشر لي هو اصلا يعني مش طيقني يعني بس هو بقى راح في حتة بخيال بصراحة حتة انا معرفش طبعا استم صادق طبعا اخويا وحبيبي عمال يغطس فيه يعني عمال يغرى فيه جايب له كده مععده عند حمام السباحة هتحس وهو بقى يقول له اريد انزل حمام السباحة عمال طبعا نوصله ان هو عارف يا جماعة والله بجد وصله ان هو هيروح يحلل الدوري الاسباني وهيبقى في الستوديو في استوديو الدوري الانجليز لا تخيلوا بقى الموضوع اللي حصل يعني انتخيلين يا جماعة بيتكلم على ميسي يعني ميسي يعني انا واحد بالنسبة ما قلت قبل كده انا بحبك كريستانو رونالدو بس ميسي ده اسطور اسطورة الكرة العالمية انتم متخيلين يا جماعة ان هو يعني بيتكلم على ميسي بيشبهه بحطة اللحمة اللي على صنية المحشي يعني على وش حلة المحشي يعني الحج والحج كده عاملين عشوة ميسي فعملين حلة محشي كده فهو شبه ميسي ميسي بان هو حطة اللحمة على حلة المحشي يا كابتن رضا إيه العلاقة باللحمة يعني بمسي يعني ما عرفش إنت حدا كنت جعن يعني كنت ممكن تأكل والله الموضوع يعني الموضوع هالمزق كنت يعني جعن نفسك في حلة محشي أصلي يعني تشبيه ملوش علاقة جماعة خالص يعني أنا معرفش يعني الموضوع طب إنت لو رحت دورة الأزبانة يا كابتن رضا هتروح تقول لهم بحلة المحشي هتروح الدورة الأزبانة بحلة المحشي مش ممكن بجد تصرحات غريبة يعني كلام ملوش علاقة بالكورة وكابتن رضا ده مخفيف بصراحة من أبلوك هو بيدحك كوميدي يعني بتشبيه بيشبه ميسي بحلة اللحم يعني والله العزيم معرفش يعني كفاية جد كفاية كابتن رضا بقى بجد يعني والله إمام عشور أي لعب يتمنى اللعب للأهلي ولما أفعل مؤمر على الزمالك واصرت على اللعب برقم 22 22 بتاع طبعا كابتن محمد أبوتريكا ومش تيل علي حقك صرح زي ما أنت عايز وتتكلم وحقك أن أنت تتكلم افصل بقى خلاص إيه في الصفحة الزمالك أنت بايد دلوقتي إمام عشور لاعب النادي الأهلي أولا لك تاني اسمك إمام عشور لاعب النادي إيه في الصفحة الزمالك بحلوها بالظروف اللي أنت مرد بيها بالهجوم اللي عليك ركز في الملعب النادي الأهلي عن طريقه وخدت بطولة السوبر وخدت برونزية ده كده بداية الطريق ده بداية الطريق أديك موجودة أهو في منتخب مصر عندك فرصة كبيرة جدا أن أنت تبقى أساسي منتخب مصر وده يضاف لتاريخك مع تواجدك وتقلقك مع النادي الأهلي هيضيف لك أمام وبالتوفيق لكم الموضوع 22 نتمنى أن أنت تحقق اللي حققه محمد أبوتريك نجم نجم النادي الأهلي ونجم المنتخب مصر اللي أسعد ملايين نتمنى أن أنت تكون جزء بسيط وعندك على فكرة الإمكانيات عندك المهارة وعندك الزكاء محتاج الخبرات محتاج الهدوء عندك ما شاء الله دعم جمهور والله العظيم يهز جبل جمهور النادي الأهلي ده لما كان بيشجعنا في الاستاد والحمد لله جمهور النادي الأهلي عارف دايما اللغة الحوار اللي كانت مبيني وما بينه والله العظيم كان يخليني التشيرت ده وأنا في الملع بيتقطع قطع التشيرت أنا واحد من الناس نفسي أمام أشوف التشيرت ده متقطع وإنت بتلعب مع النادي الأهلي قطعه قطعه فدك ميت تشيرت هيجبه لك تاني موت نفسك صدقني هتموت نفسك وهتخلص وهتقاتل والله مش هتلاقي جمهور غير جمهور فعلا يخليك لو حتى في ظل الأزمة اللي عندك أو ظل الظروف هتحس نفسك إن انت جبل جمهور النادي الأهلي بتشجيعه هيخليك جبل ويا جبل ما يهزك ريح كابتن طارق يحيا تصريح على أمام عشور أنا مش مسدى تصريحاته وشكله ناسي يبوس الفانيل ما عرفش يعني خلص طبيعي كابتن طارق يحي زمالكاوي محترم وزمالكاوي لتاريخ مع نادي الزمالك واسم كبير مع نادي الزمالك فطبيعة يا كابتن طارق ما تزعلش منه لأنه هو كان عنده وانت واحد من دمن الناس اللي كانوا موجودين في النادي الزمالك في الوقت ده انتوا اللي سبتوه والنادي الأهلي تعاقد معاه يعني 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 انت عايزوا يعني انت عايزوا بطل كرة خلاص يعني اعلن اعتزال انا اعتزالت الكرة عشان ملعيتش الزمالك ما الراجل عنده مستقبل ولعيب كويس وموهوب طبيعي خلاص انت انت ما قدرتوش انت نفسك يا كابتن طارق ما قدرتوش انت والمجلس السابق وانت واحد من من ضمن المنظومة فانا ما تيجي تعاتب ما تعاتبش امام عشور عاتب نفسك انت انت فردت في لعيب كويس فردت في لعيب موهبة فردت في قوالة لعيب يعني بصراحة كان متقلق معناة الزمالك وكان ليه دور كبير جدا معناة الزمالك وكان مؤثر معناة الزمالك بس انت اللي فردت فيه لما تعتب ما تعتبش على امام عشور امام عشور اختار طريقه وانا بقولك يا امام عشور هتبقى اهلاوي وحتى لو يعني لو عندك الحتة اللي هو انت عايز ما تثبتش ان انت اهلاوي عايز تثبت ان انت اهلاوي اثبت لجمهور الكرة المصرية حبك للنادي الاهلي وتقديرك للنادي الاهلي لان النادي الاهلي فعلا هو الوحيد اللي هيبقى الظهر اللي هيبقى سند ليك اللي هيبقى ظهري اللي هيبقى قوة ليك كل الناس رد على التصريحات دي كلها ما لكش دعب حد ركز في الملعب ردك في الملعب هو اللي هيرد على كل التصريحات دي كابتن متحة عبدالهادي بعض اللاعبين في فريق الزمالك كانوا يحزنوا بسبب الخسار في فترة أسوري تبدأ مش طب حدا كابتن متحة حدا كنت ساكت ليه هو غريبة جماعة بصراحة ان لما اللاعبة اللاعبة القدامة او اي حد بيبقى مصول في نادي الزمالك او في الادارة او في الجهاز الفني او مدير وهو قاعد في الكرسي كابتن متحة قاعد كده الدنيا جميلة ولعب عندها روحه كابتن متحة دايما وروح اللاعبة والكتال والقلب وقلب الاسد ولعبها رجالة بعد ما مشيت كابتن متحة اللاعبة يعني معرفش بصراحة يعني اللاعبة خلاص ما بيحزنوش انت عارف معناها ايه انا مش هينفع طبعا لان كل اللاعبة اي لعب كرة هو لعب راجل فالكلمة دي معناها هل بعد مثلا حضرتك مثلا يعني شايف ان اللاعبة مش يعني بتهزر مثلا بتضحك ما انت كنت بتقعد تتوصل للجمهور انت كنت بتضحك عالجمهور بقى انت وغيرك اي حد كان موجود في نادي الزمالك كان بيوصل رسالة للجمهور بيتضحك عالجمهور بقى وده اللي انا دايما بقوله ان في بعض التصريحات اللي بتطلع هو ضحك عالجمهور ضحك على مشاعر الجمهور انت بتوسر صورة غير الصورة اللي موجودة انت جماعة انتوا عارفين ان التصريح كابتن متحة عبدالهادي اللي هو يقولك اللعبة ما كانتش بتحزن بيكرثة طب انت كابتن متحة يعني بصفتك ان انت رمز مرموز نادي الزمالك ومن نجوم نادي الزمالك لما تلاقي وضع زي ده لما تقدم استقالتك يعني ولا عشان بعد ولا عشان بعد ما الزمالك ما الشاكة كابتن متحة فبتقول الكلام ده بصراحة جماعة الواحد عمال يتصدم في ناس في تصريحاتهم وفي كلامهم وده على فكرة ممكن ما يكونش كابتن متحة بس ان اللعيب لما يبقى موجود هو مجرد ان هو اكل عيش وقعد هوبا وانا زمال كوي وخطين حمر وقلب الاسد وقتال وموتين وهبا ونقعد نعمل مع الجمهور شوية الحركات بتاعتنا وفي الاخر اللي جوه القط اللبس مختلف عن العكس اللي بيطلع وما حدش يزعل مني بس دايما الحقيقة بتزعل ودي الحقيقة تصريح كابتن متحة ده تصريح كارسة يا هو انا كابتن متحة هو كابتني وانا بحبه جدا بس وهو عارف كده بس انا لازم اقول كده لان تصريح كارسي بسرعة استاذ محمد شبانة عروض خالجية الكهرباء للرحيل عنها انا بقول لك انا بقول لك استاذ محمد يعني ده ده توقيت منتخب مصر وانا بقول لك اهو كهرباء موجود في النادي الاهلي والراجل متقلق مع النادي الاهلي وماشي بشكل كويس واعتقد ان الغرامة هتتسدد والمشكلة هتتحل ودلوقتي يا استاذ محمد عايزين نشجع منتخب مصر مش عايزين نتكلم ولا على اهلي وعلى زمالك سبونا انا بس لتكلم يا سبونا لا انتم منتكلموش على اهلي وزيك سبونا انا اطلع على الموضوع ده يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة